أمبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي استقبل جو كايزر الرئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمينز العالمية للطاقة وخلال اللقاء تم بحث التعاون المشترك مع شركة سيمينز العالمية في مشروعات الطاقة الخضراء وده في إطار سعي مصر لكي تصبح مركز إقليمي لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة كمان أمبارح سيادة الرئيس استقبل وزير خارجية جمهورية الهند وقال سيادته خلال اللقاء أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم وأن مصر تثمن مسيرة التعاون بين البلدين وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي السيد سوبر من يعم جاي شانكار وزير خارجية جمهورية الهند وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك السفير أجيت جوبتي السفير الهندي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي وشيدا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ومؤكدا أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى آرق الأمم على مستوى العالم ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات وأن مصر تسمن مسيرة التعاون المسمرة بين البلدين وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات من جانبه نقل وزير الخارجية الهندية رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعرابة عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطلع إلى استكشاف أفاق جديدة للتعاون المسمر بين مصر والهند وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية خاصة في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية فضلا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعيدة بقيادة حكيمة ورؤية ساقبة للسيد الرئيس أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق إلى سبل تعزيز أطر التعاون السنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتصق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين خاصة على صعيد تصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري فضلا عن تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار في مصر كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي خاصة ما يتعلق بتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جو كايزر رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمينز العالمية للطاقة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمينز العالمية للطاقة في مشروعات الطاقة الخضراء في إطار سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة وقد آرب السيد الرئيس عن التقدير لما حققته شركة سيمينز من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها النجحة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر مؤكداً سيادته التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات التنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنياً وحرفياً على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج من جانبه أعرب السيد جوكايزر عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمناً مسيرة تعاون المسمرة مع مصر والتي تجسدت في عدة مشروعات في مجال الطاقة أبرزها محطات سيمينز السلاسة الحديثة لتوليد الكهرباء التي أصبحنا العمودة الفقارية الحالي لشبكة الكهرباء المصرية حيث تعتبر هنا سيمينز إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ إنشائها كما أكد السيد كايزر عن تطلع سيمينز الاستمرار وتطوير شركة القائمة مع مصر خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية واعتزاز شركة سيمينز بتعاونها الوثيق مع مصر والذي أصفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظرا للدعم والإشراف المباشر من قبل السيد الرئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجر اتصال هاتفي مبارح مع عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق وتقدم سيادة الرئيس بالتهناء للرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيس جديد للجمهورية العراقية أكد سيادة الرئيس دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع مصر والعراق أيضا أمس كان هناك كلمة هامة جدا لسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة وقال سيادته أن الرقعة الزراعية بمصر تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ عشان كده مصر عملت مقربة شاملة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي أيضا اعتمدت على استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية خلينا نتابعوا مع حضراتكم كلمة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع لحضراتكم على طول بسم الله الرحمن الرحيم معالي السادة الوزراء السادة ورأساء الوفود السيدات والسادة الحضور والضيوف الكرام يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في افتتاح دورة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر حتى أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه التي تزداد أهميتها بشكل خاص في طارقه التعزيز السلم الدولي والتنمية المستدامة حيث يحمل إسبوع القاهرة الحالي للمياه عنوان المياه في قلب العمل المناخي وذلك في خضم نقاشات دولية تستهدف تكنيف التحرك الدولي بشأن قضايا المياه والمناخ وصولا إلى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ الشهر القادم السيدات والسادة الحضور لطالما كانت المياه منذ بطء الخليقة وهبة للحياة على كوكب الأرض والركيز الأساسي لتطور الحضارة غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا وعلى ضوء ما يتوقع من ازياد احتياجات الغذاء من نسبة 60% بحلول عام 2050 فقد بات واضحا أنه لم فصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي كما جاء تغير المناخ ليفاق من هذا التحدي المزدور لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية بما قد يؤدي لتباعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودوليا السيدات والسادة الحضور كان قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ فمصر من أكثر دول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شب العصري لمواردها المائية المتجددة والتي يزعب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر هم نصف سكان مصر وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو كعلى معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا من أعلى المعدلات في إفريقيا وتؤدي تدعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به وبناء على تلك المعطيات كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر فعلى الصعيد الوطني انتهجت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعياتها وترشيد الموارد المائية وتنمياتها بكافة الوسائل الممكنة كما تمنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمة عالمية وإقليمية وعلى الصعيد الإقليمي كانت مصر دوما في تعاملها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشار بغير التجنب التسبب في ضرر في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد وينطلق موقف نصر من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحدية في أحواد الأنهار وهو ما أدبذته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك في إفريقيا كما ينطلق موقف نصر أيضا من كونها تتشارك ذات المسعى للتنمية مع مختلف الدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أي تدعيات سلبية قد تدجم عن مشروع التنموي في دول النامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواءه ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم سروة حوض النيل ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدل من التحرك فرادة متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسر عن تنمية محدودة وقاسرة في حجمها ونطاقها على نحو يزعزع استقرارهم إن رؤيتنا الراسخة هي العمل معنا بار التكريس وتقاسم الازدهار بدل من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار وإدراكاً مننا لخطورة هذه القضية وانطلاقاً من أهميتها الوجودية لنا فإن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوير قليل سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل السيدات والسادة الحضور أما على الصعيد الدولي فكانت حرصة مصر على الانخراط النشط في كافة المحافل ذات السلة والدفع بضرورة تضافر الجهود لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو متكامل واتصالاً بذلك تتطلع مصر باهتمام كبير لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في شهر مارس 2023 حيث تعد هذه الدورة من أسبوع القاهرة للبياء إحدى الفعاليات الأساسية تحضيراً له وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأدعوكم للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ كب 27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم والتي ستطرح مصر خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود والتي يتم التنصيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزاً إفريقياً للمياه والتكيف مع المناخ وذلك لدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم السيدات والسادة على الحضور أود في الختام أن أجدد الشكر لكم وأن أرحب بكم في مصر كما أعرف عن تطلعي لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخلوج بتوصيات ناجعة قادرة على دفع جنة المياه الدولية قدما بما فيه تعزيز ستطلعاتنا التنموية ورخاء العالم واستقراره وفاقكم الله وكل الجهودكم بالنجاح والتوفيق وشكراً على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارح كان فيه مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت والي من أبرزها لاجتماع العامل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض خطة وزارة الصحة في تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية وتكلفات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة افتتاح وتشغيل مستشفى 500-500 الأوران بشيخ زايد ده غير طبعاً إعداد حملة إعلامية دولية للترويج للمنطقة الاقتصادية للقناة السويس وأخبار تاني كتير هنعرفها من خلال هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض خطة وزارة الصحة في تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية وقال رئيس الوزراء إن استراتيجية تنمية الأسرة هدفها ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية وتقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية على معدلات التنمية إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى 500-500 وقال رئيس الوزراء إنه فيه تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى خلال الفترة اللي جاية وده بيتطلب ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية واتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل لأن المستشفى بيعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر إمبارح استعرض رئيس الوزراء تقرير حول فعليات القافلة الموسعة اللي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغسات بمجلس الوزراء بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم لخدمة أهالي محافظة شمال سينف 13 تخصص طبي مختلف أعمال القافلة شملت عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال وعيادة للأنف والأذن والحنجرة ده غير إجراء الجراحات العامة وجراحات التجنيل وجراحات الأطفال وغيرها من التخصصات إمبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الاجتماع تم التأكيد على أنه في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 هتقوم المنطقة الاقتصادية بإعداد خطة للمشاركة في فعليات هذا الحدث العالمي من خلال إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة إمبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات التي ترددت حول إلغاء مشروع الدراجات الجديدة كايروبايك والمركز قال إن الشائعات دي غير صحيحة ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن والعمل بالمشروع مستمر وبيتم استكمال المحطات الخاصة بي إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظامت زيارة تثقيفية لمقر مشيخة الأزهر الشريف لـ 62 من الملحقين العسكريين العرب والأجانب وزوجتهم المعتمدين لدى سفرتهم بجمهورية مصر العربية من الدول الشقيقة والصديقة وده بيأتي في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين وزوجتهم للتعرف على تاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الوعي والحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطة وإبراز دور بيت العائلة المصري دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات ومعنا كمان مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت انبارح في محافظات مصر أبرزها انشاء أول مركز لأبحاث طب جراحة الفم والأسنان في إنا وأيضا رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بمدينة أبوتي في أسيوت واحتفالات فنية فالإسماعيلية مناسبة العيد القومي للمحافظة وأخبار تانية كتير هنشوفها مع حضراتكم في سياق التقرير الجاي محافظات مصر شاهدت انبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من أسيوت اللي بيتم فيها استكمال تنفيذ رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بمدينة أبوتيج لتسهيل وتيسير الحركة المرورية لانتقال المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 20-30 وبرامج تنمية الصعيد اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية شاهد انبارح فعاليات احتفالية مكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 20 سنة على افتتاحها واللي تضمنت مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في جنوب سينا وصلت انبارح 6 إخوت سياحية لمدينة شرم الشيخ قادمة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي وده في إطار جذب المزيد من الحركة السياحية وتنمية سياحة الإخوت بموانئ البحر الأحمر في قناة استقبل المحافظة اللواء أشرف الدوودي إمبارح الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب جراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة لمناقشة الموقع المقترح لإنشاء أول مركز أبحاث لطب الأسنان بالمحافظة المركز هيقدم العديد من الخدمات العلاجية في طب جراحة الفم والأسنان من علاج تحفظي وتركيبات صناعية وزراعة أسنان وجميع أنواع الأشعة المتخصصة في الإسماعيلية شهد المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة الاحتفالية الفنية اللي تم إقامتها أمام ديوان عام المحافظة الأديم بشارع محمد علي بمناسبة العيد القومي للمحافظة واللي بيوافق يوم 16 أكتوبر كل سنة في أسوان عقد المحافظ اللواء أشرف عطية اجتماع موسع لمتابعة الاستعدادات اللازمة من كافة الجهات المعنية لفعاليات مهرجان تعامد الشمس بمعبدأي أبو سنبل في أكتوبر الجاري وده في إطار حرص المحافظة على الاستثمار الجيد للمهرجان والترويج السياحي لمحافظة أسوان في الغربية هيتم النهاردة تنظيم زيارة ميدانية لطلاب جامعة طنطة لمركز زفتة لزيارة المشروعات القومية والتنموية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وده بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات في كفر الشيخ هيتم قطع الكهرباء النهاردة عن 9 مناطق في مدينة دسوق ابتداء من الساعة 9 الصبح والحد الساعة 1 الضهر وده بسبب أعمال الصيامة المناطق اللي هتتأثر بفصل الكهرباء هي دحروج، معهد الفتيات، شارع الشركات، الكشلة، شارع الستاشر، الكورنيش، شارع السينما، شارع المركز، وشارع سعد حتى برج الحامدين